السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا بكم في بيديو جديد طلبوا مني انه ورده حاجة حلوة على الفطار و ما بقيش على الفطار غير نص ساعة بس على قدين المغرب طلهم حاضر وفعلا حضرتها في اقصر وقت ممكن تشوفيه وطعمها تحفة جدا جدا تعالي يقولك عملتها ازاي سكري الله وصلي على رسول عليه افضل الصلاة والسلام ونقول بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجة حطيت كباية ونص من السكر وعليه كباية من المياه وكترات من عصير اللمون ورفعتها على النار وقلبتها من وقت للتاني لغاية ما السكر يدوب تماما في المياه وبعد بقى ما يدوب ويبتدي يغلي معي هوطي النار عليه اول ما يغلي واسيبه حوالي خمس دقايق يغلي مع بعضه كده والنار واطي عليه واسيبه يبرد قبل بقى ما يبرد اكون جهزت معي جبت طلب معي كبار من السمنة او الزبدة وعليهم رشة من البيكنج بودر قلبتهم مع بعض وجبت الحشوة كانت عبارة عن سوداني واسبيب السوداني طبعا مجروش او مكسر او ضربي في الكابة ايا يكن وبعد كده اديت بخة كده من الزيت للصانية علشان نحط اي مادة دهنية فيها جبت بقى الجلاش الاستخدمت لفة ونص من الجلاش لفت الجلاش 250 جرام افريدي لفت الجلاش بالشكل ده وطبعا يعني كان المغرب قرب جدا ومعيد الفطار قرب بس بجد ماخدتش معي وقته خالص مش هتاخد معيك 10 دقيق تحضير حطي بس الشرباب بتاعها في مكان هاوي علشان نبرب معيك بسرعة عشان نحن هنستخدم الشرباب بارد قطعيها بالطول بالشكل ده 3 قطع حاولي تخليهم قد بعض يعني على قد ما تقدر هنجيب بقى هندي دهنة كده كل ورقتين هنستخدمهم مع بعض ندي دهنة كده من السمنة او الزبدة اللي موجودة معينا دهنة بسيطة متقليش خالص وبعدين نحط الحشوة ونبتدي ان احنا نتني الجناب كده ونلفة كل ورقتين هنستخدمهم مع بعض لقطعه من القطع لما بيكونوا كده ورقتين بتبقى يعني مالية مركزة كده عن ما تبقى ورقة واحدة بس بتبقى ضعيفة قوي ومش مشبعة كده لما الواحدة من دول كده بتبقى يعني حلوة بس هنبتدي نعمل كل القطع بنفس الطريقة اللي انت شايفها الحشو اختياري طبعا تقدري يتحشي اي حاجة موجودة عندك اخترت الحاجة اللي موجودة عندنا في كل البيوت الزبيب والسودين هنعمل كل القطع بنفس الطريقة اللي انت شايفها ونرسها في الصينية جنب بعضها لغاية ما نخلص كل الكمية اللي موجودة معينا لو لسه بقى ما عملتش لايك للفيديو وعملتلي متابعة يا ريت تعملي لايك وتعملي متابعة وتنسيش تفعالي الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة باذن الله خلصت كل الكمية وبقى معي كده شوية من الزبدة البوزيبة وهبتدي ان انا حطها على الوش بالشكل ده وهو كل اللي استخدمته كان كمية بسيطة مش كبيرة بعد كده خليها فورد سبق التسخين على درجة حرار 180 او 200 زي ما تحبي مش فارق واول ما تطلع عندك اتسقيها بالشرباط البارد وهي لسه سخنة والشرباط يكون بارد روح تركهم على بعض كده بالشكل ده دقيقة واحدة اللي بكل واحدة على وشها بحيث انها تكون شرباط الشرباط من فوق ومن تحت وضعها وصفيها عشان هتبقى كمية الشربات ركضة في الصنية معيك وتقدر تستخدمي الشربات ده في اي حاجة تانية بس منسباش كتير عشان ما تتراش معانا ويبقى طعمها مش حلو عشان تبقى مقرمش من بره وطرية ولزيزة من جوه اتبعي الخطوة دي مانا الفيديو كنا لإعجابكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته